سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة سموه دورة ومناقبة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله والدورة البارز لسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتشجيعه الدائم لتقديم كل ما يصب في صالح مملكة البحرين وأشهد سموه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والتي جاءت لتمهد الطريقة أمام الأعمال الإنسانية والمبادرات التطوعية وأضف سموه أن جمعية الكلمة الطيبة ومنذ تأسيسها قدمت مساهمات فعالة في المملكة وخارجها وقال سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة إنما وصلت إليه الجمعية من تطور نابع من جهود مخلصة تجاه مملكتنا الغالية وتخصيص جائزة تحمل اسمنا نكرم فيها رواد العمل التطوعي من الذين لهم إسهمات بارزة في خدمة مجتمعاتنا العربية لهو ترجمة لاستراتيجية الجمعية التي استمدتها من القيم البحرينية الأصيلة وتقدم سموه بالشكر إلى جميع الوزارات والجهات المتعاونة والداعمين من القطاع الخاص وإلى أعضاء الجمعية عن الجهود المبذولة في خدمة العمل الخيري بمملكة البحرين بعدها تم تقديم فيلم قصير وعرض فني عن رحلة الجمعية وخلال الحفل لشن سموه شعار الجمعية نستثمر في الإنسان كما كرم أعضاء جمعية الكلمة الطيبة عقدان من الزمن سطرت فيها جمعية الكلمة الطيبة نجاحا لافتا في مجال العمل التطوعي من خلال جملة من المشاريع المتميزة والمبادرات المجتمعية التي احتضرت من خلالها مختلف أفراد المجتمع اليوم نحتفل بمرور عشرين عام نحتفل بمرور عشرين عام على الإنجاز عشرين عام على التطور عشرين عام على الإبداع اليوم الجمعية الكلمة الطيبة حققت مكان مرموقة على المستوى الداخلي والخارجي وأصبحت جمعية مميزة داخليا وخارجيا وحققت الكثير من البرامج اللي بالفعل لها الطابع التطوعي المميز واليوم والله الحمد أطلاقنا شعار جديد نستثمر في الإنسان اللي من خلاله نستثمر في الإنسان كأساس للعمل التطوعي من خلال تنميته للعمل التطوعي في هذه العشرين سنة قاموا بعمل جبار يسعدني كثير باعتباري عضو بالمؤسس الملكي الأعمال الإنسانية اللي تساهم بنشر الخير بتوجهات من سيدات الملك والسمو الشيخ ناصر وأبرح لما أشوف جمعيات بحرينية ناجحة لأنها في آخر المطاف كلنا نصب في نهر الخير نهر خير البحرين عمل متواصل ودؤوب منذ انطلاق أعمال الجمعية وحتى اليوم حيث حمل القائمون عليها على عاتقهم العمل على تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع وخدمة مختلف أفراده وتقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز على المستويين المحلي والخارجي تحقيق الجمعية هذه تقدم نموذج احتذابه نحن في المحهد العربي للتخطيق نتعاون دائما مع هذه الجمعية لتنفيذ برامج ومبادرات لإعداد الشباب وإعداد القادة الشباب وتحسين أوضاع الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجال ونطاق واسع من التعاون يقدم فيه المحهد دعم لهذه الجمعية المهمة عشرين عام من العمل المخلص والعطاء المتواصل هذه الجمعية التي غرنت في عملها بين الأقوال والأفعال يستحق كل من أساسها وساهم في إنجازاتها كل الشكر والتقدير اليوم أيضا برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي رئيس الفخري ستنطلق الجمعية إلى عهد جديد من العمل التطوعي جسور التعاون متواصلة بين الجمعية والمجتمع الخارجي لتطوير العمل التطوعي والعمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تطرحها الجمعية لتنفع بها الإنسانية جمعاء عشرون عاما من العطاء على المستوى المحلي والعربي قدمت فيها جمعية الكلمة الطيبة الكثير من المشاريع والبرامج في كافة ميادين العمل التطوعي حققت من خلالها الكثير من الإنجازات التي وضعت لها سما ضمن قائمة الجمعيات المتميزة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين